موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بالجميع مستمعي ميد راديو ومشاهدي منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي رمضان كريم للجميع بالصحة والعافية وككل رمضان نرفقكم في حديث رمضاني ضيفنا ومستضيفنا هذا الموسم الوزير والسفير والقياد السابق في حزب الاستقلال محمد سعد العالمي موسيقى محمد سعد العالمي مرحبا بنا عندك وطلبنا ضيف الله في هذا العواشر حليتي لنا ببدارك وبدون تردد وشكرا بزاف لأنك اعطتنا الفرصة باش تشاركنا هذا الحديث الرمضاني مرحبا بكم وأنا مصرور باستقبالكم الله يحفظك وطبعا فكرة حديث بمناسبة رمضان أعتقد أنها فكرة جيدة وانتمنى أنها تكون فرصة بالنسبة لي أنها تكون فرصة بالنسبة لي أن هذه مدة ما تكلمت صحيح اللي يجب أن نتكلم به فربما تكون فرصة للحديث في مواضيع مختلفة إن شاء الله لديم نضار الكرم إن شاء الله سيد سعد العالمي أنا ما غديش نقدمك للمستمعين ولا المشاهدين ولكن غدي نقول أنك صاحب مصار طويل جداً من شوين في نزادتي نهار 10 أبريل 1948 من 40 إلى القاهرة اللي قدضي فيها حوالي ثلاث سنين من 9 مارس 2013 إلى 15 شتنبر 2016 سافر للمغرب لدى جمهورية مصر وبينها جوجل المحطات كان أكيد محطات ومحطات فيها ما هو إنساني فيها ما هو سياسي فيها ما هو حزبي وفيها ما هو حكومي وفيها ما هو ديبلوماسي وفيها وفيها أعرف أنك كاتوم جداً أو نسبياً وكن عرف أنك مطوق بواجب تحفظ في بعض الأمور ولكن اليوم غادي نحاول وعلى امتداد هذه الحلقات نحاول نستفذ ذاكرة ديالك اللي أنا على يقير أن فيها بزاف وبزاف وبزاف سيم محمد سعد العالمي كنت في الذكرى الأربعين يدي سيم محمد الوافر الله يرحمه قلتي بأنك كتفكرة تكتب المذكيرات ديالك أنا كنحاول نتكهن شنو إلى قررتي تكتب المذكيراتك أول مشهد اللي توصفوا لينا أنا كنقول يمكن أن ترجع لنا الشاون لا الشاون بالتأكيد الشاون هي بسقطة رأس والشاون هي فين تربيت فين كبرت فين عشت لحظات جميلة من حياتي فين بديت الدراسة ديالي فين عملت أصدقائي بالخلص فين عملت ما صار في تدبير شأن المحلي في الاعتمام بالمدينة في رد الاعتبار للمدينة في جعلها واحد المدينة اللي الآن معروفة على المستوى الدولي ومقصد للسواح من مختلف الجهات فطبيعي طبيعي شفشاون حاضر في مصاري كله وطبعا شفشاون تبقى دائما في القلب وفيها غيد زاد وحد رضيع اسميته محمد سعد العالمي نهار عشرة أبريل من عام 1948 شوني أبن عن جد عن جد بالتأكيد 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 لأن مؤسس المدينة هو مولاي علي بن راشد العالمي وأنا من سلالتي هذا المجاهد الكبير لأن مدينة شفشاون أصلا النهار اللي تأسست تأسست باش تكون قلعة لأن موقعها موقع منع وبالتالي لتكون قلعة أولا لصد الهجمات الاستعمارية البرتغالية على الشواطئ المغربية في سنة تأسيس مدينة شفشاون احتل البرتغاليون مدينة أصلا 1471 وكانت بعض الموانع الأخرى بعض المرافع الأخرى محتلة من طرف البرتغاليين ثم كانت الهجمات الإسقالية قد ابتدأت كذلك على بعض الصغور المتوسطية المتوسطية إذن أسست من أجل حماية لتكون قاعدة للمجاهدين ليرد هجمات المحتلين وأساسا كذلك لحماية الأندلس وكانت دولة الأندلس في غرناطا لا تزال قائمة حيث أن السقوط غرناطا تم بعد ذلك بعقدين أي في 1492 بينما شفشاون السيسات في 1471 71 71 بعد عشرين سنة ما كان ترتيبك في الأسرة؟ أنا يعني الأسرة نحن شقيقان شقيقان وشقيق أول توفي يعني في سن صغير بحيث لا أعرفوها أنا ما كنت تعرفوش وبالتالي نحن شقيقان يعني ربطت بيننا الحياة ولم نفترق طيلة منذ ولادتنا إلى اليوم الحمد لله الوالد شنو كنك يعمل أنا داك؟ الوالدة كذلك؟ الوالدة ربّة بيت ربّة بيت ابنة عمه وربّة بيت أما الوالد أنا فتحت عيني على الوالد يعني شاب متحمس وطني البيت مملوء بالصحف الوطنية التي كانت تصدر حينداك بتطوان بتطوان أمم وأدركت جريدة الأمة وهي آخر الصحف التي كان يصدرها حزب الإصلاح الوطني برئاسة زعيم عبد الخلق الطريس أمم أمم يعني البارز في والدي يوم داك وهو أنه أحد الشباب الذي يقود الحركة الوطنية في مدينة شفشاون وفي إقليم شفشاون أي في نواحي شفشاون ويعني تدرج في المسؤولية داخل الحزب إلى أن أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني حزب الإصلاح الوطني وبطبيعة الحل الحماية الفرنسية في المناطق الأخرى غيكون في عمرك ربما حوالي 8 سنين باش غيجي الاستقلال يعني نقوله أنك عشتي أواخر السنوات ديال الاستعمار وأنت الطفل ما زال كتذكر شوية من طفولتك في المدينة في هات الظروف؟ طبعا طبعا الطفولة يعني ربما تبقى راسخة بعض الأحداث الطفولة ربما تبقى راسخة في الداكرة أكثر من الأحداث التي قد نعيشها قبل سنة أو سنتين لأنها داكرة طفولة داكرة لا تمحي في بعض الأحداث وبالتالي طبعا أتذكر مثلا كان مولوجي المدرسة مراحل التي قضيتها في السنوات الأولى في المدرسة أتذكر كذلك كذلك والآن كانت تذكر مثلا شغبي الطفولة شغبي الطفولة ربما بتأثير الجو التي كنا نعيشها التي كنا نعيشها فمثلا فإحنا يعني في تلاتة وخمسين آوينا في بيتنا ألف آل فدائيين الذين هازروا من منطقة الحماية إلى منطقة الشمالية مثلا قائد الجيش التحرير في الجنوب محمد بن حمو قطن في بيتنا عدة شهر قبل أن تكتري الحركة الوطنية بيتا أو مجموعة من الفدائيين حين ذاك لا أنسى أنني في يوم وأنا أبحث في غرفة والدي فتحت خزانة فوجدت مسدسا وفزعت وأغلقت الخزانة بسرعة وكتبت الأمر كذلك كانت تذكر بأنني في سنة خمسة وخمسين خمسة وخمسين أنني حكذا وحنا كان بما بيتعثير ما كنت أسمعه أنني كان كتب واحد منشور ما بيجا فيه جملة فيه فيه اللي يدبح يندبح اللي يدبح يندبح يدلبح مع رسم لخنجر كبير والدماء تسقط منه هذا أنت عمرت ثلاث سنين هذا كان قبل حلول عيد الأضحى ببضعة أيام ماذا سياد؟ لأنه المعروف حيندك محمد الخامس يتنفى النهار اللي تنفى كان يوم عارفة آه عشرين غشت كان يصادف يوم عارفة وبالتالي في اللغدة ديالعيد المغربة ما عرفوش كيفش يعيده وبهذا الأساس الحركة الوطنية عملت على أنها كالطالب المواطنين إبرازا لرفضها للاستعمار وتضامنا مع الأسرة المالكة مع محمد الخامس وأسرته المالكة أنهم ما يضحيوش لأنه الأضحية هي احتفال وكيف يحتفل يحتفل الشعب ورمزوا سيادته في المنفق إذن كتبتيه من شعور وبالتالي هذا توالت أخي ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين في خمسة وخمسين أنا كنت تصرف هذا التصرف وكما ما كنت تشعر صغير ومعرفتش كيفاش ومعرفتش كيفاش حتى هذا المنشور عملت مع بعض رفاق في ذلك الوقت تبحث عني العجين وإنساق المنشور بأبواب المساجد الجامعة آه يعني في يوم اللي كانت المقبلين على يوم الجمعة يعني يوم الخمس كتبت المنشور فهذه أول حركة درسي فالاستقناء هذا المنشور في أبواب المساجد التي تصل فيها صلاة الجمعة على أساس أن الموصلين سوف يجيو سوف يشوفوا هذا المنشور كدعوة إلى عدم الأضحية ومعرفتش كيفاش حتى واحد وقت يجو كي يعتقلوني وانتفع برقسم السنين واعتقلت داق الباشا يعني كان مخزن في داق الوقت عشوالي كيحكم في السجن دي الباشاوية من الصبح أول الصبح إلى آخر الليل بعد أن تدخل بعض الوجهة وأفرض العائلة والدية رفض أن يتدخل رفض تصل ولكن العائلة وبعض الوجهة تدخل كيف الوالد رفض على اعتبار أنه يعني مسألة أنه طفل صغير لا يمكن أن يحسب على مثل هذا التصرف وأعتقد أنه الحجة التي خلت الاقتناع لأنه كيف للطفل يقوم بهذا الشيء لا بد أنه مدفوع من والده هذا هو التفسير اللي يمشى فأنا الخليفة دي الباشا قيل بفضل الله يرحمه الخليفة دي الباشا قل سمعه وبدأني يستفسرني حول الحادث وأنا ببراءة الأطفال كان أحكي له قال لي كيف يمكن لك دعون تصوّب لي في حاله؟ قلت له نعم وبالضبط تصوّبت له واحد في حاله فإذا فهم أنك ماشي مدفوع أنه ماشي مدفوع أنه مسألة هذه دي البارعة الأطفال نفهم بأنه وخاة الطفل في ذلك المرحلة سبع سنين أو ثمان سنين الجو العام اللي كان سائد أثر فيك ولا ما تشعر؟ تماما وبالتالي أنا يعني يمكننا رضاعة السياسة ما في مرحلة رضاعة لأنه فتحت عيني على السياسة فتحت عيني على السياسة ومارسوها أولا لمشربات دي الأطفال ثم بعد ذلك نخرط نخرط في الكشفية الحسنية وأنا جرموز جرموز يعني تشعر سنين عشر سنين وأنا في الحركة الكشفية إذن في مرحلة متقدمة من عمرك يعني في بداية الاستقلال خمسة وخمسين ستة وخمسين أنا جرموز في الحركة الكشفية ثم بعد ذلك تقلت إلى الشبيبة المدرسية من الشبيبة المدرسية إلى الشبيبة السقلالية وغادي كل ما صرت وغادي من الشبيبة السقلالية إلى الاتحاد الأمطالب ثم لجنة نفيديا إلى آخر سنراجع إلى هذا الشيء كله بالتفصيل لكن نبقى في هذه المرحلة بحكم الموقع الوالد والأسرة بشكل عام أتوقع أنك عرفت وشفت شخصيات اللي كل وطنية اللي كان عندها وزنها في ذلك المرحلة ربما تجي البيت أو الاجتماعات ويمكن أنت في ذلك المرحلة وانت طفل ما وعيش وما عارف شكونوا وما للناس والقيمة والحجم لهم ما زال في ذاكر سكك؟ لا طبعا الشخصيات اللي كانت ترجي ما تعلم ما تعلم عبد الخالق الطريس آه عبد الخالق الطريس وهذا معروف عنه كان في بعض الأحيان حينما يشتد الوضع مع المستعمر الإسباني مهم ويود أن يدلي بالتصريح في الموضوع يأتي إلى شفشاون آه ليلقي من هناك خطب كرسالة للمستعمر وبالتالي كان كثيرا تردد على مدينة شفشاون كان عنده علاقة بالوالد؟ وليده علاقة شي علاقة ماتيدة جدا مهم لأن الوالد هو المسؤول عن حزب الإصلاح في شفشاون في شفشاون وبالتالي هو يأتي لنصى ضفعه في بيتنا مهم فالطريس مثلا من الوجوه اللي عرفتها وأنا وأنا يعني في بداية وعي أو ممكنش يقول حتى وعي مهم يعني من الوجوه اللي أولى خارج العائلة اللي شفتها ما تعلمنا عب خالق الطريس عب خالق الطريس كنت هذك الساعة كتقول شكونا معدو ممكن أصدقاء الوالد لا معلومة وبالتالي ماشي كنعيش وانا طفل تجمعات الشعبية اللي كتنضم إما في البيوتات وإما في الساحة العمومية مهم فهذا كله يعني خلاني كان أعتبر أن هذه هي هو المجل اللي كان تحرك فيه واللي كان نفتح عيني عليه طيب تكلمنا على المنفى والنفي ديال سلطان محمد الخاميس نسولك على العودة دياله من المنفى أكيد أنه ستكون بقية في ذاكرتك سي محمد السعد العالمي ما زال يعاقل على عودة الملك محمد الخاميس وخاك أنت صغير ما زال لا ما زال صغير ما زال صغير أولا كان أعقل أنه بمناسبة عودتي إلى المغرب ستاش نوفمبر خمسة وخمسين أن والدتي مع الحركة النسوية حين ذاك ووالدي توجه إلى الرباط جولة الرباط جولة الرباط لإستقبال كممثلين الحركة الوطنية في الشمال كانت وفود من كل مناطق الشمال أيها فالوالدة ديالي كانت يعني هي كتقود خالية نسائية الاتحاد النسائي ديال الحزب وخربت بيت ولكن العمل الوطني كان كذلك والوالد باعتباره في قيادة حزب الإصلاح الوطني إذن هذه كان عقل أليا وأنت أبقيت في الشاون لا طبعا في الشاون كان عقل كذلك على محمد الخامس ميجا لمدينة تيتلون قبل أن يتوجها إلى مدريد للتفاوض مع الإسبان على استرجاع السيادة المغربية على المناطق الخالفية منطقة الخالفية في الشمال في الشمال والجنوب والجنوب من سواج في الشمال والجنوب ففي ذلك الوقت هذه استرجاع الشمال السيادة في أبريل ستة وخمسين يعني بعد ما تسم في جوج مارس توقع الاتفاقية مع فرنسا في أبريل في أبريل ستعتقد أبريل تم الاتفاق مع إسبانيا فبهذه المناسبة نبقي كنعقل جماهير الجماهير العريضة يعني واحد شيء خارق نادية من المثال اللي كانت في الحفاوة دي الاستقبال من محمد الخامس وانا في ذاك الوقت وانا في ذاك الوقت كان أقل واحد نهار عزوني لأنه كان كان اهتف عاشب أحبا عاشب أحبا عاشب أحبا عزوني الناس وانا كان اهتف يعني لأنه هذا الشيء اللي عرفت نعمل إضافة إلى أنه في ذاك الوقت بدأت الصور كاتبع فكلما كنفرش شي حاجة مل بسسط لأنه كما زال بالسيطة في ذاك الوقت كمشي نشري فيها الصور ديها الملك وديها العائلة ديها والأمراء والأميرات فهذه مسائل فعلا ما ما كنت نساش ما كنت نساش طيب الدراسة ديها المحمد السعيد العالمي ولذلك ولذلك تفضل تفضل في عام سبعة وخمسين ميجا محمد الخامس في أول زيارة إلى شفشاون آه زيارة إلى شفشاون إلى شفشاون كنت من بين الذين دخلوا الصفوف وسلم وعلى محمد الخامس آه تسللتي تسللت مع الوالدة وقدمني على أساس أنني كنعونهم في الكتابة المحاضر ديلهم آه سنة سبعة وخمسين آه طبعاً ما تنساش هذه المشاهد لا أبا عندي صورة سلم عليك سلطان عندي صورة حوله آه 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 العمل اللي قد ديت نوصل له أنني نوصل باش أنسلم على محمد الخامس محمد الخامس ونقبل لده يا سلام الدكريات آه طيب نرجع للدراسة درستي فيه مدراسة عصرية أم لا عارش شنو كانت الأجواء آنذاك فيه مدينة شفشاون أن الدراسة الأولى الحركة الوطنية كانت كدعمل مدارس اللي بديلة أو كدعوض المدارس اللي كدنشأها لإدارة ديالة حماية وبالتالي أول ما دخلت دخلت المدارسة اللي كانت تسمى المدارسة الأهلية المدارسة الأهلية والمدارسة الأهلية كان نظام تعليم فيها مزدوج ماشي مزدوج في المفهوم الحالي ديال اللغة مزدوج بحيث كان نصف الوقت مزدوج ونصف الوقت أقسام تدريس اللغة العربية والحساب والتاريخ والجغرافية المواد العادية المواد العادية المواد العادية وكنا في ذلك الوقت كان نقرره في الكتب اللي كانت جايرة من الشرق العربي أساسا من لبنا الأساتي ذا ديالكم أساسا من لبنا كانظن يكونوا مشارقة في ذلك الساعة لا لا في الابتدائي كانوا محلين 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 موا TB مدارسة الأهلية المدارسة الأهلية المدارسة الأهلية هذه قلت فيها مدة ثم بعد ذلك انتقلت الى المدرسة الرسمية دائما في الابتدائي وعملت فيها كذلك عملت سنة وهذه كان فيها كذلك هذه التعليم ولكن تعليم كان كله بالعربية بالعربية تعليم كله بالعربية وندرس الإسبانية كلغة فقط باقي المواد باللغة العربية باللغة العربية الحساب أو العلوم أو أي حاجة باللغة العربية هذه نظام تعليم الحماية الإسبانية هذا التعليم الرسمي وبالأسف لأنه بالاستقلال كنا كانت تظهر أنه تعمم العربية وإذا به كان العكس كان العكس لا أي حال هذه بالنقوسين بين قوسين ولكن بين قوسين مهمة جداً بين قوسين أخر سنة في تعليم الابتدائي أخضيته بمدينة الريباط بمدينة الريباط بمدارس محمد الخامس باريباط وبالتالي شهادة الابتدائية حصلت عليها بمدارس محمد الخامس باريباط في سنة تشعد وخمسين تشعد وخمسين، أشنو جابك للرباط سي محمد سال العالمي؟ جابني للرباط هو كي يبقى نفس الهاجس ديال الوالد لي مدارس محمد الخامس في ذاك الوقت مدارسة نموذجية من المدارس لي نشأتها الحركة الوطنية مدارس محمد الخامس تاريخها معروف حيث خرجت نخب كثيرة في مختلف المجالات بما فيها الفدائيين وحمل السلاح إضافة إلى ناس متخصصين في مختلف المجال إذن الأسرة كلها انتقلت للرباط؟ لا الوالد والوالدة بقوا في شعور لا الوالد والوالدة اسمته انتقلت بوحدي ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين إذن عشر سنوات عشر سنين وبقى خير ولكن الأخ ديالي يلتحق بي بعد ثلاثة الأسباح أو أربعة الأسباح لأنه لا أنا قبلت بشي التفرق معه ولا هو قبل بشي تفرق معه لابد أنه يتم وبالتالي فمبقى يكون مبقى هذه ففهموا أنه لابد أن يلتحق بي والتعاق بي وكان سهل الانتقال من الشاون إلى الرباط؟ سهل، ليس سهل لا، ليس سهل ولكن للضرورة أحكا نقول لك كان الوسائل ديال النقل اللي تفرع لها الوالد لأنه اللي ما قلت لك شيء على الوالد الوالد باعتباره كان زعيم ديال الحركة الوطنية لا، ليس سهل بعد الإستقلال جاء مبارك البكاين في عام سبعة وخمسين ونصب العامل اللي هو الاعتابي لأنه القادة الجيش التحرير تعينوا مسؤولين تورابيين مسؤولين تورابيين في المناطق الشمالية تعين مكناسي، تعين السي محمد منصور تعين العتابي في الأقاليم الشمالية يلا، مدينة تيتوان اللي تعين فيها الطيب النونال اللي هو سياسي ماشي في جيش التحرير ولكن كان قائد كان الأمين العام ديال الحزب الإصلاح الوطني طبعاً ما جاء الاستقلال متعين العامل كان مدينة الشاون لخصة باشا تعين باشا على مدينة الشاون للوليد ديالك تعين باشا على مدينة الشاون كيف ما تعينوا الوطنيين في ذلك الوقت ممتاز يمكن لي نقول لك وهذا الشيء ينبغي أن يذكر وبفخر أنه مرت في ثلاثة تقريباً ديالسنة منذ رجوع محمد الخامس من المنفى إلى تعين العامل تقريباً أهه عشره تقريباً ولم يحدث أي حادث يذكر لا في النواحي دياله الأمن والأمان الأمن والأمان لأن حركة الوطنية كانت متمكنة ورجالتها كانوا يحضوا بالثقة ديال المواطنين وبالتالي كانوا يحضر الجو ديال ما كان سلطة ولكن ما كان حتى حاجة وكانت واحد مرحلة انتقالية وهذه مسألة لخصة يعني تدرس وبالأسف ما كانش كتابات حول هذا الموضوع يعني قدروا يدبروا المدينة والإقليم تدبير لي ما لا يذكر أنه قع شي حاجة وبالتالي ف يعني كان مسألة ديالتعين وبشا هو تحصل وحاصل تحصل وحاصل لأنه كان باشا دبار هذه المرحلة أحسن تدبير إذا قلت في فرباط فين ستعيش فرباط فرباط لا مدارس محمد الخامس فيها قسم داخلي كان فيها قسم داخلي كان فيها قسم داخلي وفي تالي إذن التحقنا بالقسم الداخلي تذكرش كون من الأسماء اللي من بعد غيكون عندها وضع معين اللي كانت معاك في المدرسة آنذاك كثير 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 كين فناني كين متقافي كين أطباء أسماء كثيرة أنا داك مدارس محمد الخامس كانت أسماء كثيرة هي المرجعين صحة التعبير في ديك المرحلة كثير ولكن اللي نقول لك الإضافة لك اللي كثير من وجودي في الداخلي القسم الداخلي وهو أنني مرة واحدة انفتحت على كل المغرب آه فالتلاميذ كانوا من مختلف جهات المغرب ومعظمهم من عائلات وطنية معظمهم من عائلات وطنية هذا فتح أفق جديد في شخصية أفق جديد تماماً أنه بديت كنعرف المغرب مبقيت مبقيتش محدود في شاون وثم تفتحتي شوية على تيطوان يعني المناطق القريبة مش في شاون والتي كان مفتح على كل المغرب على العداد على السلوكات على ثقافات مختلفة وبالتالي افتحت عيني على المغرب المتعدد المتنوع وحنا في مرحلة بداية الاستقلال ولكن الجميع كانت جمعوا قواصم مشاركة ديال الوطنية وديال الغغبة في التعلم وغغبة في يعني كل واحد يبني شخصيته وشنو كانوا هواجزكم أنا ذا كنتم أطفال وفي مرحلة ماشي سهلة بداية ديال الاستقلال طفل ديال داك الوقت كيفش كنك يفكر شنو كانوا الطموحات وشنو كنتو كنتو كتتكلموا مع بعضكم كتلعبوه كتتخرجوا للرباط ولا دائما في القسم الداخلي والدراسة لا أقل ولا أكثر يعني كنخرجوا بماشي كن أوقات ديال الخرج كنتكتشفوا الرباط كنتكتشفوا الرباط أولا كنتو كنخرجوا نهار الجمعة باش نصليوا الجمعة ثانيا كنخرجوا في العشية ديال يعني نص نهار الثاني ديال الجمعة وديال الحد باش نكتشفوا الرباط باش نكتشفوا سينيمات باش نكتشفوا يعني الحذائق يعني في ذاك الوقت كنتكتشفت السشلة كتشفت الوداية كتشفت المدينة العتقال الرباط وما أجملها يعني كتشفت حدائق الرباط فكتشف هذا العالم الجديد اللي غريبة عليك أنت اللي غريبة عليك اللي نتخكت فيه وكتشفت الندمج فيه كتشفت الندمج فيه وبالتالي فعلا كده عمل صداقات صداقات مع ناس مختلفين المسار الدراسة فيا غي يكمل عدت قدائين في مدارس محمد الخاميس إيه حتى أخديت الباكالوريا أخديت الباكالوريا أخديت الباكالوريا هذه لي ولكن الباكالوريا أنا أخديتها وأنا في الخامسة الثانية أولاً كان تعليم الثانوي ست سنين ست سنين تلت سنين طور الأول وتلت سنين طور ثاني ففي الطور الثاني كان قسم الطلبة كان شعبة أدبية وشعبة علمية أنا كنت شعبة العلمية شعبة العلمية لأنه كنت يعني المواد العلمية متفوق فيها من الشهادة ابتدائية ونرى في الحساب الأول يعني في المواد العلمية ولكن هذا ماشي معناه أنني مكنش مهتم قد لك بالدراسة الأدبية فمنذ صغاري فتحت على روايات وعلى القصص القصيرة وعلى الأدب بصفة عامة فانتقلت إلى الشعبة العلمية وفي سنة الخامسة تنوي الطريقة ونقول لك على ما الطريقة طريقة أنني في ذلك الوقت أخذت قرار لأنه شيء واحد كان دارها قبل مني ونجح فيها وهي أنني نتقدم إلى الباكالورية الأدبية من السنة الخامسة علمية غمرتي؟ غمرتي؟ لا هي مغمرة ولكن محسوبة لأنه لم أكن شيء خيب كذلك في المواد الأدبية ونجحت نجحتي أخذتي الباكالورية ونجحتي ونجحتي أخذت الباكالورية هذا الشيء في عام 64 64 إذن 16 سنة في عمرك سيسعدني عام 64 أخذت الباكالورية لماذا عملت هذه أخذت الباكالورية لماذا؟ لماذا عملت هذه لأنه في 63 يعني قبل أخذت الباكالورية قبل سنة في 63 وبمناسبة التهيئ للانتخابات الشرعية بعد المصادقة على دستور الأول للبلاد في دجنبير 62 في 63 في ربيع 63 بدأت تصفية الوطنيين اللي كانوا في مناصب المسؤولية وآفائهم من مهمهم أعفائهم من مهمهم أعفائهم من العزل من مهمهم من مهمهم ما هي السياقة؟ لا لسبب إلا لأنه كان في الماضي من قطعة الحركة الوطنية أو الحركة الوطنية كان ناشط عادي في الحركة الوطنية وخاء الوالدة وعادي تعلمتم منه أعفائهم يتحمل المسؤولية أعفائهم مارس المسؤولية دياله والطلاب المهمة دياله بغضي النظر عن ماضيه ولكن اللي تاخد القرار تاخد القرار هكذا جملة أنه جميع الناس الحركة الوطنية يعزلون عزلوا في مختلف أنحاء المغرب بما فيهم الوالد بما فيهم الوالد عزل استعدادا يعني نعرف نعرف ثلاثة وسين شيء وقع فيها آه وقبل الثلاثة وسين نسمح لنكمل في هذه النقطة إنها مهمة جدا وما فيها بزاف ديال الكلام اللي معروف هو أنه وقع توتر في السنوات الأولى ما بعد الاستقلام بالناس ذي للحركة الوطنية وخصوصا في المناطق ذي للشمال كيف يوصلكم شي صادات إلى هذه السراعات آه السراعات نحن أطفال نحن أطفال نحن أطفال لمسنا أنا في الشهادة الابتدائية قسم شهادة الابتدائية كانوا جوج أستيدة اللي عزازها لي والتي هم أساسية. أستاذ اللغة العربية مبراهيم السايخ الله يرحمه. الله يرحمه. وأستاذ الحساب كنا نقوله الحساب. الحساب. هي ضيات. الأستاذ مولاتو الله يرحمه كذلك. هادو واحد مشاء في حزب السايخ الخلال والأخوك مشاء مع الذين انشقوا عن حزب الاستقراب. وهو مبجوجو معزاز. ماذا هذا على حق؟ ولا هذا على حق. الله أعلم. شكو فيه أمار اللي كان على حق. الله أعلم. ولكن كان ظن أنه كلهم كانوا غلطين. لأنه كان كخص الحفاظ على الحركة الوطنية مجموعة. هذا في المرحلة ديال الانشقاء للتحاد الوطني. إيه. وكان قبل منها كان ما يوقع نوني زاعات وصراعات وتصفيات بعض المرات بين الاستقلال والشورى والاستقلال. هادو كان كي وصلكم الصدى ديالو في ديك المرحلة؟ هذا في في السنة الأولى ديالي استقلال تقريبا. ستو خمسين سبعة وخمسين. إيه ستو خمسين سبعة وخمسين. وهذا بالمسائل للوالد رحمه الله. عمل باش ما يكونش على مستوى مدينة شاو. آه. كانت كانت حزب الشورى موجود. كانت عائلات معروفة كيفما كانت الأغلبية. كانت في حزب الإصلاح. وثم أصبحت في حزب الاستقلال. ولكن ما كانش اللي يوصل بأداة للنازل الشورى والاستقلال. للشورى والاستقلال. وهدي من المسائل اللي تحسب يعني في ذلك الوقت. ولا يعني أنه في ذلك الوقت يكون هاد الشي حصل. حصلت بعض الحوادث في مناطق محدودة. ولكن كان كان سوك الأرباع يعني معروفة. كان سادة ديل هاد النوع ديل الحوادث. ها. بعد بلا ما نكبرها. أوقعت لأن هذه المشحنات كانت بين الأفراد. أكثر مما كانت بين قيادات حزبية. طيب السيسة العالمية في إخداء البكالوريا. ما هو يقرر؟ فالمرحلة أصلا بدأت علاقتك أكثر بحزب الاستقلال تنظيمياً؟ لا تنظيمياً. تنظيمياً كيف ما قلت لك؟ أنا دائماً بقيت في القناوات ديل الحزب. من الكشفية الحسنية إلى الشابيبة المدرسية إلى الشابيبة الاستقلالية. طبعاً خديت البكالوريا مشي تتحاد عام طلبة. آه مشي تتحاد العام لطربة المغرب. مشي تتحاد عام طلبة المغرب. أنت ما نشقيتيش بعدا ما قلتيش ندير خسيار آخر. ما كانش متروح ولا فكرت ليشي لحظة. لا لا لا. نهائياً. ما فهمش علاش علاش ليشي قخي. وما كونشي شعارات لي برفوعة في ذاك الوقت. يعني كاد تجلبني. وكانت بعض الشعارات يعني متطرفة نوعاً ما. في الحياة السياسية بصفتي عامة. يمكن تربيتي قامت منذ البداية على الإيمان والاقتناع بالمؤسسات. أنني أعمل داخل المؤسسات ودخل الشرعية. وبالتالي أنه النضال عنده مصاره. ليه نخصو يمشي فيه. وهو النضال من أجل أهداف ومن أجل مبادئ. وماشي. ما كانوش أصدقاء ديالك ولا زملاء ديالك اللي داروا اختيارات أخرى؟ لا بتأكيد. بتأكيد. كانت في الحزم. كانوا معكم في الدخل. وبالتالي كانت مناقشة ساخنة. اشنو كانت برحومه؟ ديال الشباب وديال مراهقين. مراهقين مشي تشابر. مراهقين مشي تشابر. مراهقين مشي تشابر. انني خمسلاش ستاس سمعتاشر سنة. تماماً. وكان هاد الوعي السياسي عندك. مراهقين صح التعبير. الناس كذلك تدد ما تسمعه في بيتيها في الوسط ديالها. يعني هكذا بدأ الوعي. انه كتسمعه بعدك شيك عاد كبدأ كل ما نضجتي كل ما كبدأ تحكي معقلك. ولكن في الأولى العاطفة هي هي اللي كذب مشيك. والعاطفة معلومة انه كل واحد كيكون اميال الى ما تلقنه من والديهم في النشأة دياله. اختيتي الباكالوريا. اختارتي مباشرة كلية الحقوق ولا كان عندك ربما مشارات اخرى؟ لا لا مباشرة. عنش الحقوق في ذاك المرحلة؟ لا مباشرة. أولا لأن المجال ما كان شيء واسع. باكالوريا الأدبية كان المجال لها إما كلية الحقوق وإما كلية الأدب. الأدب. بيعني الدرسة اللي ديكتها في ذاك الوقت. شنوه؟ أنا كلية الأدب. يعني أساساً يمكنك تخرج بجلولي أستاذ. في التالي. أممم. أممم. كليات الحقوق. ستخرج أمامك مجالات أكثر. يعني يمكنك القضاء. يمكنك عمل محامات. يمكنك أن تدخل في الإدارة. أممم. يمكنك المسارات أوسعة. المسارات أوسعة. هذا من جهة. ولكن ميلي للسياسة. أنا أتكلم عن المساركس. ميلي للسياسة جعلني كنفضل أن نعمل القانون العام. ليس القانون الخاص. القانون العام. أي شعبة العلوم السياسية. ليس القانون الخاص. الوالد لم تدخل في اختياراتك. لا. أسألني طبعاً. وعطيت وجهة سماتاري. و وفق. كان حاولت نتخيل الأوضاع والأجواء للجامعة. جامعة محمد الخامس آنتك. إذن من المدارس محمد الخامس إلى جامعة محمد الخامس. في تلك المرحلة كيف كانتو؟ نحن نتكلمو على 58 أو 60؟ 64. 64. أنا ورجت الجامعة كليات الحقوق في أكتوبر 64. 64. 64. 64. كيف كان الجو آنذاك؟ الجامعة في ذلك الوقت كان عندنا الإجازة من ثلاثة سنوات. ثلاث سنين. ثلاث سنين. عاد أو ثلاث سنين. ثلاث سنين إذن عملت من ربعة وسبين إلى سبعة وسبين. أربعة وستيل؟ من ربعة وستيل. 67. يعني أختيت الإجازة ديالي مع النكسة. مع النكسة. هذا مع النقصة. في هذه الثلاث سنين كان كاين حياة الطلابية. وكان كاين ثلاثة تيارات. ماشي كتار. كان تحاب الوطني. والحزب الشيوعي. وكان هذا الوطني في الاتحاد الوطني للطالبة. الاتحاد الوطني على طالبة المغيب. وكان حزب الشيوعي لانتهي وكان في الاتحاد الوطني للطالبة المغيب. كان معلوم كان صارع. كان صارع. لم يكن أسرع، كانت من الوطني يقول لك منظمة الوحيدة التي كانت مثل الطلبة ولم يمنع على شيء أخر يتكلم بشيء اسم أخر لم يكن أسرع كيف أسرع هذا العب؟ كانوا يصفوكم بأوصاف لا حق لك في الوجود ومع ذلك كثبتوا حضوركم معلوموا هذا يجعلنا نتحدث هذا هو الذي يكون الصلابة في الموقف هو أنه يقول لك لا ممنوع لك فكذل يقول له لا أنا بز منك سبح لي نقول لك في الجامعة أنذاك كيف كان أساتذتكم؟ وحتى طلب زملائك الذي من بعد يرجعوا شخصيات إما سياسية أو مثقفة أو إدارية؟ أما الأساتذة فمعظمهم كانوا يعني أساتذة مشارقة مشارقة قررت على نخبة رائعة من أساتذة الجامعين التي جاءوا من سوريا سوريا الممول القزباري مصطفى البارضي عبد الوعاب حومد هؤلاء كلهم كانوا أعضاء في حكومة اللي وقع عليها نتلابوا في سوريا في سوريا وهجرت ورجعوا أساتذة ورجعوا أساتذة أساتذة كذلك لبناني مسعبود لبناني ضياء العزاوي عراقي فهدو كلهم أساتذة كانوا فعلا أقطاب في مجالتهم وكانوا مغاربة ولكن في ذلك الوقت 64-67 عددهم قليل عددهم قليل مثلا كان على الألفاسي ولكن على الألفاسي كان في الشعبة القانونية عندما أنا ما قريتش على الألفاسي ما قريتيش عنده الألفاسي ما قريتش عليه ولكن كيعرفوني وكلا أعرفوني لأنه في سيحدة عن الطلبة آه كانت العلاقة هو كانت تحقري بأحوال الشخصية ما كانتش في الشعبة السياسية كانت تغيري في الشعبة دي القانونية وفي الزملاء شكرا اللي كان معاك من الأسماء اللي يتأخذ مسارها السياسي فيما بعد؟ معادات من اللي يسمحوا لأنه النقباء نحن الغريب كنا في القسم كنا نجلسوا عشرة الناس وبعض المرة أقل من عشرة وفي أحسن الأحوال أربعين وخمسين الناس أحدى مكان أحدى مكان أحدى مكان يعني كنا مازال أقلية أقلية قليلة هي اللي وصلت ساعدها حدها أنها وصلت بشهول الجت للجامعة للجامعة حين ذاك وداخل الاتحاد العام لطالبة المغرب شكونا كانوا من طالبة الناشطين؟ أنا ذاك نظن سعباس فاسي هو اللي كان رئيس؟ سعباس فاسي كان رئيس قبل ما نجي أنا للجامعة آه قبل ما نجي للجامعة كان مع التأسيس هو العباس فاسي تخرج في عام أربعة وستين العام اللي دخلت أنت للجامعة العام اللي دخلت أنه هو تخرج إذا ما بقاش رئيس دي الاتحاد العام نعم ما بقاش رئيس ما بقاش رئيس كل كان الرئيس بعده؟ كان واحد مولي أحمد سقلي وبعدك شي كان عبد جليل بن حلام وابعدك شي جوا إخوان آخرين بعد ناس أحمد القاديري بعد تخرج ديلي أنا في اللول كنت السنة الأولى مجرد عضو السنة الثانية كنت كاتب فرع دي الرقباط والسنة الثالثة عضو اللجنة التنفيذية الاتحاد العام الطلب عضو اللجنة التنفيذية الاتحاد العام الطلب هذا في السنة الثالثة وبالتالي إذا في سبعة وستين كان مؤتمر الحزب آه فترشحت لي المجلس الوطني للحزب وأصبحت عضوان في المجلس الوطني للحزب إذا في هذه المرحلة علاقتك تقوات بحزب الاستقلال أكثر وأكثر؟ طبعاً 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 لا أنا ما طبعاً أنا طفل، كنت سلم عليه طبعاً، ولكن في الرباط ستكون مناظر استقلالي ولكن الصيلات السياسية بدأت أنا في الجامعة وأنت في الجامعة؟ أنا في الجامعة، بدأت أنا في الجامعة يعني حتكيت بديد نحتك به في هذه اللقاءات ديال القيادة ديال الاتحاد اللي عم الطلبة وحتى من اللي كان الفرع بيكوتف الفرع مسؤولي على الفرع اللي كان مشو عنده مرة مرة، وبالتالي هنا عارفني أكتر وطبعاً ولا تعرفت إذا نقول الأعلاقة للمباشرة الحزبية التنظيمية ستبدأ في ربعة وستين تقريباً يعني مع دخولك للجامعة تقريباً لا ولكن كنت في تنظيمات الشباب آه كنت في تنظيمات الشباب في مقر إياه، أغني في اللي تحت لك الفرصة فاش تلاقى على الفاسوجي الجامعة كنظن مالتي حد العم؟ أي، مالتي حد العم، ونفت حد العم طلبة القيادة، شكو لي كان معكم آنذاك في اللجنة النفيذية ديال الانتحاد العام للطلبة المغرب؟ ايه، ويعني، أسوء ما أعرفها يعني، لأن نتاقى واسه باش إنسان مبرزوش فيما بعد؟ ايه، يعني المناضلين فوقتهم كانوا يعني اللاعبين بدور ديالهم اللي السومي لعبوكا كطلبة، كطلبة على الفاسي شنو كان الانطباعات اللي كيخلي عندكم اللي كيستقبلكم وكيتكلم معكم؟ الرجل كيف كان يفكر؟ كيف كيتكلم؟ كيف كيتعامل؟ شنو المواضيع اللي كيطرح؟ شنو كينصحكم؟ شنو كيوجاكم؟ وهو أساساً احنا كنا كنا نمشي وحنا عنا أسئلة وكانت تقحيها عليه وكان يعني يشبعونا في الإجابة دياله وبالتالي ماشي هو اللي كان كيوجينا حنا اللي كنا كنا نبغيو نخدم منه أكثر ما يمكن والحديث معه أمره ما كان محدود في موضوع معين ما كان خرجوش علىه يعني مفتوح كل المواضيع ممكنة كل المواضيع ممكنة وكل مرة كان نخرجوه احنا شبعاني يعني فعلاً على الفاسي كان رجل واسع للطلاع علمياً وثقافياً بالإضافة إلى الخبر السياسي والقصر السياسي يعني من لي كان تكلمو سيسعد العالمي علا نور حالة ديال منتصف الستينات الفطرات دياللي تزاملت مع وجودك في الجامعة بالمنطق السياسي كانت القمة ديالتوتر آنذاك ما بين المرحوم الحسن الثاني والحركة الوطنية 65 غد يكون تكون حالة الاستثناء وقبلها بالتأكيد كان الشد والجذب كيف عشتو هاد الأجواء انتوما داخل الجامعة وداخل الاتحاد العام طيب معلوم كان جهو ديالتوتر معلوم كان جهو ديالتوتر لأنه في البداية فارمعة وستين ودكشيانا قلت لك كان يعني صراع سياسي ومحصور يمكن تقول محصور ولكن في 65 كانت تكون حركة الاميديا اللي جديد والحركة الاميديا اللي مكانش قبل اللي مكانش قبل واللي برزت في 65 بعد الإجراءات يعني قررت كانت ماشي معقولة اللي خداتها وزارة التربية الوطنية ولي أدات إذن تفاة إلى رفض من طرف تالاميديا تخوفوا على مستقبله كان نظن الحكومة ديال حمد البحنيني كان نظن؟ كان يوسف بلعب ناس كان هو وزير التربية الوطنية وزير التعليق وحدي في استخلال كان خارج الحكومة أماذات لا أحمد البحنيني في من 64 من 63 من 65 65 حيث استقلال ما كانش مشارك في الحكومة أماذك لا و كانت التور مازالت مع الاتحاد الاشتراكي أو الاتحاد الوطني أماذك؟ كان مازال جرح جديد للانشقاق أماذا كان برد في هذه المرحلة؟ و يعني برد ما برد لأنه إحنا في الجميع ما كانش نعادشي عنا في الجميع محاربين محاربين من الاتحاد الوطني مثالي مكشي نقول برد برد حتى أنا وصلنا لمرحلة تأسيس الكتلة الوطنية سبعين هدبا سبعين عام سبعين يعني منتصف سبعين منتصف الستينات كان في تلاتة وستين في برلمان تلاتة وستين بدأت تنسيق لأنه واحد يستقلل الاتحاد الوطني في المعارضة والفديك يعني جبه الدفاع لمؤسسات الدستورية وما تبعها كانوا في الجهة ديال مساندة الحكومة فبدأ شوية ديال تنسيق بين الحزبين حتى جاء ملتمة سرقها با آه جينات با التسعينات لا 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 قبل برلمان ديال تلاتة وستين تلاتة وستين آه تتكلمي على المرحلة اللي قبل طيب ميجا ملتمة الرقبة يعني الاتحاد بادر بوحده دار الملتمة ولكن في النهاية إلا حزب السخلال النواب الملتمين لحزب السخلال سنده ملتمة الرقبة يعني كانت محطة ديال تنسيق ولكن كان باقي ديال الحذر بينه ما هذا هو كان باقي اسمي الجرح الجرح مبراش تماما الجرح مبراش طيب إذن خمسة وستين في هذه الأجواء يعني تشنج بالحركة الوطنية والمرحوم الحسن الثاني الحركة الوطنية مع بعضياتكم يعني ما كانش داك الود الكامل قد جي حالة الاستثناء إعلان حالة الاستثناء وتشكيل حكومة برئاسة المرحوم الحسن الثاني انتو مات طبعا في الحزب كنتو ضد حالة الاستثناء ايه طبيعي كان الموقف الطبيعي هو موقف حزب السقلات لأنه لأنه أولا الحزب من هار اللي اتفق مع محمد الخاميس على ميثاق دي الحضة الشيناية أربعة وعربعين تم هذا الاتفاق والانسجام على أساس الكفاح أجل غايتين تحقيق الاستقلال البلاد وبناء الدولة المستقلة على أساس الديمقاراطية في ظل الملكيات والسورية وبالتالي المصار دي الحزب كان دائما بعد الحصول المغربة على استقلاله أننا ننتقله إلى البنت الثاني وهو إقرار المؤسسات الديمقاراطية في إيطاق ملكيات الدول السورية فكانت في البداية العمل من أجل الدول السور إلى أن تحقق في 62 في 62 بالمصادقة للدول السور والمصادق وبالتالي كان لقصنا ندخله في بناء المؤسسات إذن فين كان اللي يجبها الدو السور اللي وقع وهذه هي الأفا اللي بقت دائما كالطباع ما صار المغرب من ذلك الوقت إلى سنوات قليلة من الأخيرة ما هي هذه الأفا؟ وهي تظوير الانتخابات تظوير الانتخابات إذن دار دوستور أي دار دوستور ثم بعد ذلك دوستور تمت المصادقة عليها في دوجن بيرستين فربيع من بعد في إطار التهيئ للانتخابات الشرية تأسّت ما يسمى في جبهة الدفاع عن المؤسسات للدوستورية أنه قديرا لك المدير العام للدوال الملكي أسّس حزب باش هو اللي غادي يخض الانتخابات وبتالي تمت محاربة الحركة الوطنية فهذا الإطار كانت عزلة كل الناس اللي نشموا فيهم ريحة الوطنية تمهيدا لتظوير الانتخابات ف نحن نتكلمه في التاريخ في التاريخ بطبيعة الحال على كل حال وكيف نتكلمه في التاريخ لأنه مفيد ف ما كنت نقول إذن استعدادا لتظوير الانتخابات فاسمته الحجز كان وهو ضمان أغلبية لتساند حكومة أنه يبقى الحركة الوطنية حزب الاستقلال والاتحاد الوطني ما يوصلواش إلى الأغلبية المطلقة وهذا ما كان علش في نادارك وهذا ما كان علش كان هاد الهاجس لأنه الاتحاد الوطني وحزب الاستقلال ما تكونش عندهم الأغلبية ما كانش ثقة فيهم أم شنو بالضبط دائما في إطار قراءة التاريخ لأن مسألة مسألات اختيارات حزب الاستقلال ولا الاتحاد الوطني كانوا يهدفوا بعد الحصول على الاستقلال إلى تصفية مخلفات الاستعمار تحت هذا العنوان أي المصالح الاقتصادية والثقافية والعسكرية يعني القواعد العسكرية إلغاء القواعد العسكرية تأميم بعض المرافق مغربة مرافق أخرى حلال اللغة العربية يعني كانوا كي يعتبروا أنه من المستعجل العمل على تصفياتي مخلفات الاستعمار كان توجه آخر وكان توجه آخر وكان توجه آخر اللي كي يقول غيب المهل شو هتشيب المهل ولكن هتشيب المهل ولكن هتشيب المهل كان في حتى الناس اللي يخدمون مصالح يعني يدافعون عن مصالح باقتناء أنه وجود الفرنسي أساسي في البلاد وأنه ممكن أن يفرطوا فيه وأنه العصرانة والحدثة في البقاء يدم في يد مع فرنسا إذن هتشيب المهل يعني توجه الخلافات الرئيسية اللي كانت كي ينتوجه نحو تحرير مزيد من التحرير وبناء المؤسسات لأولاد المؤسسات واتجاه اللي كان كي يشوف بأنه نخلي الأمور تنضج على مهل على مهل وكان شيء 65 غيبان بأنه وصلنا إلى طريق مسدود بإعلان حالة الاستثناء لا لماذا؟ لأنه التجربة البرلمان 63 ورغم ما تم من تقليص حجم الأحزاب الوطنية الأحزاب الوطنية والتي تأثر وخاءة أقلية تأثر تقدمت القانون للتوحيد القضاء وتعريبه وداز وصدق عليه تقدمت الشيحة جعل صحفات مص ورقى تعيد إذن إذن كم مشكلة إذن كان شيء مشكلة وكان فئة قليلة إذن كان شيء مشكلة هذا إذن قلنا أمام هو واحد البرلمان الذي نخصوه علاج كان الدواء هو حالة استثناء في نظر من يتخذ القرار في نظر على أساس أنه حالة استثناء لإيقاف النزيف لأنه جاء بعد المظاهرة والحوادث مارس ما ننسوها من الأسباب الأساسية كذلك لإيقاف لإيقاف هذا البرلمان أنتم داخل الجامعة كنتوا عيشين هذا النقاش لا ما نعيشينه ما نعيشينه ما نعيشينه ما نعيشينه عيشينه ومتبينه وكل واحد طبعا يعني مرتبني لموقفي حزبة تيارلي كينتاميلة تيارلي كينتاميلة ولكن على مستوى الجميع ما كان شيء خلاف كبير في مثل هذه المواضع الخلاف كان غير غير ما تقول شيء الاتحاد العام طالبا قول طالبا استقلاليين أنا قبلك إذا أريد أن أقول غير طالبا استقلاليين ما كانش مشكلة واجهي الاتحاد الوطني ما كان مشكلة ولكن تقول الاتحاد المنظمة أخرى غير الاتحاد الوطني هذا غير مقبول وهذا الفكرة نفسه كان عن الاتحاد مغرب الشم قول الاتحاد مغرب الشغل المنظمة الوحيدة لم يمثلات التبقى العاملة النهار اللي تم تأسيس تيحدة عام شغالين في ٦٢٠ أراها ضحايا سقطه يعني واحدة مشكلة كبيرة باش اتحاد عام شغالين فرضا راسوف صحة أني قبيعة هاتا واحد الفكر كان كاين وربما هذه الفكرة من أسباب بعض الأزامات التي عشتها المغرب وخليه يتعامل يعني الفكر لأنه كان واحد الفكر السائد ما شارع في المغرب تأتيك الخارج 160 كانت سنة إعلان استقلال العدد من الأكتر الإفريقية وبعد ذلك بدأت ظهر نظريات العالم الثالث وفي هذا الإطار بدأت تبرز نظريات الحزب القاعد لحزب واحد الخصيقود وخادتهما كانت توجه أنذاك إلى حزب الاستقلال إيه وهي ماشي حزب الاستقلال حزب الاستقلال على العكس كان يدافع على التعدد كان يدافع على التعدد واسميته والأدبيات موجودة الناس مشت ولكن خلت الآثار ديلا على الفاسي أراه في كتاب النقل الذاتي أريد أن أقول لك وخلناك زوعة ونرجع أنا نرجع ونرجع واخد راحتك في العالم كتاب النقل الذاتي كتاب النقل الذاتي بدأ على الفاسي كيكتبه في أواخر الأربعينات وكملو في 52 باش أخرج للناشر ماذا هو قصته؟ على الفاسي ممشى من القاهرة بعد المنفع الساحق لأنه تمفع من 37 إلى ستوربين وهو في القابون 10 سنين قريبا منفع 9 سنين ميرجع من المنفع دوز في المغرب شهر وبين بأنه المعركة يمشي يخدع في الخارج فالتحق بالقاهرة وباش يعرف بالقضايا ذا الكفاح دير الشعب المغربي كتب كتاب اسمه الحركات الاستقلالية في المغرب العربي بمعنى يعرفه بالحركة الوطنية في المغرب وكذلك في تونس والجزائر نعم وهذا كتاب ثمين فهذا الكتاب الآخر دياله كيقول على الفاسي بأنه كخص من الآن التفكير في نظرية حول المشروع المجتمعي للأقطار ديالنا بعد حصولها على الاستقلال شي مكتوب ومكتفاش طالب نكب على كتابة المشروع والمشروع هو كتاب النقد النقد وكلك يقول انا هذا مجرد رأي وكان طلب النقشه مجرد رأي مجرد رأي وكان طلب النقشه على الفاسي في ذلك الوقت صارها زعيم المغرب فهذا الكتاب على الفاسي أولاً يدافع عن كيف كان يعتبر النظام الأصلح للمغرب هو النظام الملكي البرلماني الملكي البرلماني الملكي البرلماني الأنظمة الملكية اللي عندها تمارس الديمقراطية تمارس الديمقراطية وحكومة مسؤولاه كان يؤمنوا به هذا الشيء وكتبوا وبقا يؤمنوا به وبتالي كان مع التعدد مع حرية الفكر والحريات وهذا الشيء كامل النظرية الليبرالية كلها كان متبنية فيما يتعلق بالحريات السياسية والحريات العامة والمبادرة الفردية بمعنى أفقاره واضحة التيارات بعد الاستقلال ظهرت تيارات أخرى تأثير الفكر اللي كان السائد في فرنسا وفي أوروبا بصفات عامة وكيف قلتي منتصف الستينات غتبال حركة التلاميذية اللي أغلبها متأثر بالفكر اليساري الماركسي اللي نمت تعم تعم كأحزاب وطنية شعرتوا بالمضايقة خصوصا في الجامعة المضايقة دي لهذا النوع دي للفكر في الساحة الجامعية وسبعة السينجي ما قلنا نكسى نكسى القمة دي الإشعاع اليساري هذا هذا تيار التلاميذي قلنا من الأسباب اللي أدت إلى حالة ستناء ولكن على مستوى الجامعة ما وصل حتى تعدوا ستين فوق من بعد ما خرجتون توم تعدوا ستين فوق بحيث تعدوا ستين سبعين واحد وسبعين اتنين وسبعين وسبعين هذي أربع سنين كانت مرحلة دي للتوار كانت مرحلة ديال الحمنة ديال الفكر الماركسي هالتيارات ديال 23 ماركس اللي أساسا نفصل عن الاتحاد الوطني وإلى الأمام اللي ينفصلوا عن الحزب الشريعي وزادوا معهم وزادوا معهم هذة التيارات وكونوا الجبع على مستوى الاتحاد الوطني لطالبات المغرب هذه بداية سبعينات كانت هي هي محمد سعد العالماء غادر الجامعة في 67 بعد الحصور على الإجازة في الحقوق في الحقوق في العلوم السياسية في العلوم السياسية كما قلتين مع عام النكسخ غدا تفكر أولا بعدها قبل فكتي الارتباط مع الجامعة بيخروجك منها أولا بقتل بقتل علاقة ما ننساوش إنك داب أنتا عود في المجلس الوطني ترحيز باستقرار خليني نخل لك تفضل بس نكمل المرساق تفضل أولا أنا ما دخلت الجامعة ما بقاش القسم الداخلي ما بقاش إذا نخسني باش نعيش آه ما كانش حي جامعي تكسع حي الجامعي ما كيدخلو إلا القلة آه والمنحة ما كيخدها إلا القلة ما كانت لمنحة ولا قسم داخلي ولا حي جامعي ولا حي جامعي إذن إذن سعت إلى أنني متوظف آه وإنك تقرأ فتوظفت معيد معيد بمدارس محمد الخامس في نفس المؤسسة مؤسسة إذن قت بالصمار في نفس المؤسسة ولكن مشيدة بالطالب كمعيد معيد إذن بأجارة المؤيد باش عيشت لأنه الوالد كان من ناس اللي يقالوا عنهم دخل للوظيفة غنيا وخارج من وفاقيرا آه كينش وبالتالي هذا هو السبب أنا اللي خلاني كيف ما قلت قبيلا أنني تقدمت الباكالوريا وأنا في الخمسات سنوية آه هي تلأحوال المادية للوالد ساعت معلوم وإلا كنت ناخد المصار العادي طبيعي آه أخد مصار العادي الطبيعي فإذن تهادي وعيا مني أنه عادي سنين نبدأ نتحمل مسؤولية المسؤولية آه إذن اشتغلت معيد اشتغلت معيد وأنت كتقرأ وأنا كتقرأ مني نبدأ أنه كندير جوج ثلاثة الحاجات في كل مرة أنني طالب وأنني معيد وأنني عضو الناشط في الصندين الطلابي طيب وهذا هو المصار كله هكذا ديما ديما التولاتية ديما التولاتية طيب مني سأخذ الإجازة حسنة ماذا سأخذ قلت قلت نفس الوظيفة من الذي سأخذ الإجازة تكلمنا أنه المصارات سأخذ إما سأخذ الخارجية كأيروم سياسية وإما سأخذ محمد أو القلاء عام 68 عام لم يكن فيه مناصب مالية إطلاقا آه نكسة هي هاتي تبتلي بقيت موعد استمرت وحب تلقى البديل طبيعة الحل تلقى البديل بقيت موعد موعد في انتظاغ البديل ف قلت يمكن نعمل المحمد فكرت فيها فكرت فيها وفي ذاك الوقت شنو المكتب اللي غادي يمشيله مهم كي مكتب واحد ومكتب محمد بوستة آه قريب لك في الحزب ممكن يعاونك ممكن كنت عرفتي في ذاك المرحلة لسي محمد بوستة معلوم معلوم إذن أعتدر لي ما يمكن ليش نخرج على أربط لأنه عندي خير معي متكفل مه إذن قبلت الوضع أنني هذاك الوضع الموقت يستمر واحد شوية حتى نتعد ويستمر شكرا